ولمتابعين ضموا لنا من دبيا دكتور سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر دكتور أعراج أهلا بك بداية حسم الأمر بترشيح بوتفليقة الآن لولاية خامسة نريد أن نعرف في البداية هل هذا الأمر قانوني الترشيح لولاية خامسة تحية طيبة لك سيدتي ولمشاهدين الكرام من حق الرئيس عبدالعز بوتفليقة أن يترشح لعهدة جديدة وتحسب له على أنها الثانية لأن الدستور الجديد دستور 2016 في الجزائر الذي يحدد مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات لعهدة واحدة قابلة للتجديد وانطلاقا من أن القانون لا يتم حسابه أو لا يكون بأثر رجعي تعتبر العهدة الحالية هي رقم واحد وترشحه لعهدة أخرى هي الثانية بالنسبة للرئيس بوتفليقة إذن قانونيا ودستوريا يجوز له الترشح أما لولاية خامسة طيب واضح ولكن دكتور سليمان ما الذي كان ينتظره السيد الرئيس للإعلان عن ترشحه لولاية خامسة وتأثير ذلك على الخارطة السياسية الآن والله رأينا أنه ما ينتظره الرئيس بوتفليقة ربما هو يشعر بأرياحية سياسية من حيث العمل السياسي فهو له الوقت الكافي لإعلان ترشحه حتى في آخر يوم يمكنه أن يعني ذلك وذلك ربما انطلاقا من كونه يعني يمتلك كثير من الأدوات التي تستطيع أن يعني توفر له تواجدا في المشهد السياسي بقوة في الجزائر وأما تأثير ذلك على الحياة السياسية هنا يعني ربما نتوقف للحديث على هذه المسألة حيث أن ضعف الأحزاب السياسية جعلها تربط أو تقرن إرادتها بالترشح للرئاسيات بسؤال هل سيترشح الرئيس متفلقا أم لن يترشح وهذا السؤال الذي يرهن مستقبل هذه الأحزاب ربما هو راجع لضعفها وعدم قدرتها على امتلاك الأدوات الكافية للتواجد بقوة والتأثير على الإرادة الشعبية على الخصوص يعني تقصد بالأدوات حضرتكال دكتور أعراج تقصد هنا بالأدوات يعني مرشح قويل الأدوات هنا نتحدث يعني أدوات العمل أدوات العمل السياسي هل يعني لما نتكلم على الرؤساء أو عفوا لما نتكلم عن الأسماء التي يعني ترشحت أو تريد الترشح هل فعلا تمتلك قواعد شعبية وتمتلك قدرة على إقناع الشعب ببرامجها هنا سؤال يعني كبير وعلى ما تستفهام كبيرة تضع على برامج وعلى قدرة هؤلاء الأشخاص لأنه نعرف أحجامهم السياسية ونعرف جيدا في الجزائر ما يشكلونه يعني هذه ليست مزايدة أو يعني تصغير أو تقليل من حجبهم بقدر ما أنه الموضوعية تستوجب أنه نضع كل هذا يعني من ناحية يعني في الميزان السياسي ماذا تساوي هذه الأسماء في الميزان السياسي أعتقد أنها يعني إلى غاية الآن لم نرى اسما قويا يمكن أن يكون منافسا للرئيس متفليقة إلى غاية اللحظة في انتظار ما ستصفر عليه الأيام القادمة وفي انتظار أيضا تأكد ما إذا كان الرئيس متفليقة سيعلن ترشحه من عدمه في الوقت الذي تطالب فيه ولكن الحزب الحاكم أعلن عن ترشح متفليقة وكما ذكرت حضرتك بانتظار ما ستصفر عليه الأيام المقبلة ولسي من المعارض قلت أنها ستقاطع هذه الانتخابات في حال ما ترشح الرئيس شكرا جزيلا لك من دبي الدكتور سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية بجماعة الجزالة ترجمة نانسي قنقر